بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتكلم على بعض النصائح التي تعطيه النشاط والحيوية لجسم الإنسان فهذا الأمر كذلك ممكن أن الإنسان تأتاه من خلال الأكل الفواكه والخضروات فتنول كثير من الفواكه والخضروات المتنوعة يصعب على الإنسان أنه يقول بأن هذه المادة أحسن من المادة الأخرى ولكن العلماء تبتوا على أن الخليط ديال الفواكه والخليط ديال الخضروات له من الفوائد العجيبة في جسم الإنسان الإنسان يختار الفواكه والخضروات والعصائر بجميع الأنواع ديالها ولا تكن تكون الموسمية فالعصير المستخرج من هذه الفواكه والخضروات يحتوي على مواد رائعة ومقاومة الشيخوخة فهذا العصير اللي كيتسمى بالكوكتيل كيكون غاني بمواد اللي ممكن أنها تنفع الجسم ديال الإنسان بوحدة شكل كبير وكبير جدا وخاصة لما تكون هذه الفواكه مطحونة بالقشر ديالها ولما تتكلم على القشر يعني الفواكه الحمضية وكذلك تناول الخضروات سواء نيئة يعني الخضرة أو متوسطة الطهي تبت بأنها هي اللي عندها يعني الإمكانية باش تحافظ على المكونات الغدائية ديالها اللي يستفد من هالجسم ديال الإنسان فكل طريقة لها المميزات ديالها فلما كان ناكله الطعام الخضر أو المواد الغدائية الخضرة بشكل عام فهي كتحتوي على كثير من المواد المقاومة الأكسادة وبحيث أن الطياب ديالها ممكن يفسد البعض ويخلي البعض الآخر من هذه المواد المضادة الأكسادة وفي الواقع فإن الطياب الغير الكامل لهذه المواد الخاصة للخضروات كيساعد على امتصاص البيتا كاروتين ولما كي يأكل الإنسان الخضروات بحل الكروم والبروكلي كانت نيئة أو لا كانت شوية طيبة فهذا الأمر هذا كيخلي جميع المكونات الغدائية ما زال كينا فيها وخاصة اللي كان نصح به هو أن الإنسان يخلي ما زال شوية ديال تراوة وشوية ديال الخضورة في المواد الغدائية باش يمكن يستفد من المكونات الغدائية ديالها وهذا الأمر هو اللي بينه العلماء على أساس أنه المواد المكونات والكائنة فيها ممكن أنها تفيد الجسم ديال الإنسان بواحد نسبة عالية وعالية جدا لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين اشتركوا في القناة